أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الله وصلي على محمد وآلي محمد وعجل طرجهم والعاد أداهم ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين كنا في بدايات هذه السلسلة قد ذكرنا أنه مع توالي البحث سيتبين الفرق ما بين التكفير الحسيني والتكفير البكري وقلنا أن التكفير الحسيني مع تسليمنا بكونه تكفيراً وأنه أحياناً تترتب عليه أحكام أي أنه لا يقتصر على نطاق النظر للآخر فقط بل يمتد إلى شيء من التعامل بأن عامله معاملة الكافر إلا أنه يبقى تكفيراً راقياً لا يهدد السلم الأهلي بشيء لا تسفك به الدماء لا تنتهك به الأعراض تحفظ به إنسانية الإنسان أما التكفير البكري فإجمالاً يختلف عن ذلك إذ يمتد إلى ما تسفك به الدماء وتنتهك به الأعراض ويسلب به المال وإلى ما هنالك من أمور وأنه بذلك يصبح تكفيراً دموياً إرهابياً بشعاً ينبغي أن يجرم نعم لا ندعي أن كل كهنة أهل الخلاف أو من يعد عالماً عندهم ذهب إلى هذا الطراز من التكفير الذي فيه شيء من الدموية والإجرام فهناك لا من كان تكفيرهم مشذباً أو ناعماً إنجاز التعبير ولكن هؤلاء في الحقيقة إن فتشت في كتب الفقه عندهم ليسوا من الأكابر ومعظمهم يكونون من المعاصرين من المتأخرين من من تأثروا مثلاً بالثقافات الغربية أو بثقافات مستوردة على ثقافتهم البكرية وفقههم البكري الأصلي أو إذا كانوا من المتقدمين عندهم فهم ليسوا من الأرباب أرباب المذاهب والطوائف والشخصيات اللامعة الكبرى عندهم فهناك قاسم مشترك يمكن ملاحظته فيما بين الأكابر من الكهنة عندهم وهو تسرعهم بالفعل في استحلال دم المخالف لهم في المذهب بل وأحياناً استحلال دم الموافق لهم في المذهب إذا قال بمقالة هنا أو هناك اعتبروها شاذة مثلاً أو أحياناً فعل فعلاً ما اعتبروه شاذاً بعبارة جامعة إن تجرؤهم على الدماء وما يهدد السلم الأهلي من باب التكفير أو سعب كثير مما لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام في فقههم من باب التكفير وذلك لأن شيعة أهل البيت عليهم السلام التزموا بمنهج التكفير الحسيني تكفير آل محمد عليهم السلام الذي هو في لبه مجرد سلب للشرعية من الآخر دون ما هدم للنظم الاجتماعية بالضرورة نعم لو فرض أن الآخر هذا جنح للإجرام للإرهاب شهر السيف مثلاً صدق عليه وصف الناصب المحارب فحينئذ من الطبيعي أنه يواجه بالقوة ويصل ذلك أيضاً إلى إزهاق روحه حماية للنظم الاجتماعية حماية للسلم الأهل أما عموماً وإجمالاً قوله بمقالة ما التزامه باعتقاد ما لا يوجب في الأغلب الأعم استحلال دمي كان آخر موقف من مواقف التكفير الحسيني التي وقفنا عندها هو موقفه عليه الصلاة والسلام مع معاوية لعنه الله فمعاوية قال له بلغك ما صنعنا بشيعة أبيك قتلناهم ثم كفناهم وصلينا عليهم ودفناهم فقال الحسين عليه السلام ما مضمونه حججتك ورب الكعبة أو خصمك القوم يا معاوية لكن لو قتلنا شيعتك لما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم فإن قيل إن هذا موقف متطرف منكم أيها الشيعة مجرد تذاكركم لمثل هذه الروايات والآثار وتداولها في فقهكم وثم البناء عليها يعد تطرفاً قلنا إن لكم أضعاف أضعاف ذلك ونقلنا النصوص الدموية التي قلنا إن كل منها يعد قنبلة موقوتاً تجعل الفرد البكري الذي يقبل على التدين بمذهبه متساهلاً في أمر دماء الرافضة على وجه الخصوص وذلك كله نقلناه من مصدرين من المغني لابن قدامى تحت فصل لا يصلى على الجهمية ولا الرافضة ومن كتاب الصارم المسلول لابن تيمية الحراني لعنه الله فلا يرمينا من بيته من زجاج الناس بالحجر نحن في المقابل حتى تتضح هذه المسألة وتظهر أكثر نقول إن القول المشهور عندنا بل كاد أن يكون إجماعاً جواز الصلاة إن لم يكن وجوبها على المخالف لنا في المذهب أو الاعتقاد يقول الهمداني رحمه الله في مصباح الفقه يقول وكيف كان فالظاهر عدم خلف يعتد به أو عدم خلافي يعتد به في وجوب الصلاة على كل من حكم بإسلامه مدام فقط مسلماً ليس شرطاً أن يكون مؤمناً أي شيعياً وإن كان مخالفاً للحق ويدل عليه مضافاً إلى نقل الإجماع المعتضد بالشهرة وعدم تحقق الخلف فيه أو الخلاف فيه من أحد عدا بعض متأخري المتأخرين الذين لا يعتد بخلافهم يقول يعني مما يدل على هذا الحكم وهو وجوب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفاً للحق الإجماع مضافاً إلى الإجماع الذي اعتضد أيضاً بالشهرة شهرة الفتوى وأنه لا يوجد خلاف معتد به إلا اللهم من بعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتدوا بمخالفتهم أو خلافهم مضافاً إلى هذا يدل على هذا الحكم عموم خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله فهذا عام من أهل القبلة هنا لابد أن أقول بين قوسين أن لنا رأينا الخاص في تعريف الناصب لأن هذه إشكالية صراحة صارت بين الفقهاء قديماً وحديثاً من هو الناصب؟ ليس الناصب من نصب لنا بل الناصب من نصب لكم هذه الرواية التي مرت معنا لا يفوتنا أن نذكر أن تعريفنا للناصب ولعل ذلك يأتي أيضاً إن شاء الله تعالى في لحن الأئمة عليهم السلام يختلف شيئاً ما عما عرفه به الأعلام فالناصب على القول المشهور هو من تدين ببغض أهل البيت عليهم السلام وعلى قول آخر هو كل من عاد شيعة أهل البيت عليهم السلام حتى وإن أظهر موالاتاً لأئمة أهل البيت أو احتراماً لهم ومن هنا وقعت الإشكالية والترنح في الفتوى وإن استقرت على الأول بطبيعة الحال وهناك من فصل قال لا إذا كان هذا البغض للشيعة هو الذي يفضي إلى بغض الأئمة عليهم السلام وهناك من شذ من قال أن الناصب الذي لا يحترم يعني لا يحترم في دمه في ماله في عرضه أي أن كان هو الذي يكون ناصباً محاربة لا ناصباً مسالمة إنجاز التعبير يعني مجرد يتدين ببغضهم عليهم السلام مثلاً يلعنهم عياذاً بالله لكن لم يشهر سيفاً فهذا أيضاً محقون الدم ومصان المال مثلاً يعني رأي شاد فعموماً هذه الإشكالية كإشارة سريعة فقط نقول إنا نرى أن مفهوم الناصب مفهوم مشكك بطبيعة الحال له مراتبه ومن جملة مراتبه التي تدخل في باب الأحكام هو كل من كان مشتداً في دينه فهو ناصب يعني المخالف المشتد في دينه هذا الذي تجده لديه شيء من التدين مع الاشتداد فيه مع الوقوف على الخلاف بمقدار ما وإن لم يعلن البغضة لآل محمد عليه السلام بل وإن لم يعلن البغضة لشيعتهم أيضاً يدخل في مفهوم الناصب على بعض المراتب وتترتب عليه الأحكام فإذا يدخل في هذا النطاق قطعاً يدخلوا كبراؤهم علماؤهم يدخلون في هذا بل ويدخلوا حتى مقلدتهم يعني أهل التقليد منهم الذين يقلدون كبراؤهم لكن على نحو الاشتداد فهؤلاء أيضاً يدخلون في مفهوم النواصب وتعمهم بعض الأحكام أما من سوى ذلك من المستضعفين أو من البلة سمهم أو حتى وإن كانوا متدينين بالمناسبة يعني ليس كل متدين بكري هو ناصب ليس هكذا أقول لا وإنما هو متدين مع شيء من الاشتداد في البكرية شيء ليس غلواً بالدرجة الأولى لا وإنما هو يعني معتز بما لديه ومشتد فيه ولديه شيء من المناكفة مع المذاهب الأخرى وخصوصاً مع الشيعة فهو ناصب لأنه هذه في الحقيقة مرتبة من مراتب نصب شيء نصب العداء للأئمة عليهم السلام وشيعة أو الذي نفترض أنه يكون واقفاً على الخلاف ويتعمده يعني هو متعمد في خلافه على الأئمة عليهم السلام كأن تأتيه الفتوى من علي عليه السلام تأتيه الفتوى من الصادق عليه السلام وهو مع ذلك يقدم عليها غيرها فهذا متعمد للخلاف هذه مرتبة من مراتب النصب في الحقيقة يعني يقول أنا أقلد الشافعي وأترك فتوى الصادق عليه السلام معالماً بهذا الخلاف في الفتوى يتحزب للأول يتعصب للأول هذا ناصب كذلك تلحقه بعض الأحكام ومنها ما مر إذا قلنا به وهو عدم جواز الصلاة عليه مثلاً المخالف عن قصد وعمد وأمر آخر ننبه عليه أيضاً نحن قد مر معنا قول بعض الأعاظم ومنهم المجدد الثاني رحمه الله في سياق إثباته عدم نجاسة أهل الخلاف أنه قال استدل بالعشرة عشرة الأئمة ومعاشرتهم لأهل الخلاف بلا تنجيس لهم مثلاً والنجاسة من الأحكام التي تلحق التكفير بطبيعة الحال وقال بأنه بل كثير من هؤلاء الذين عاشرهم الأئمة عليهم السلام هم من أرباب المذاهب المنحرفة الباطلة كأبي حنيفة مثلاً تعليقنا نحن على ذلك أنه لا دليل لدينا على عدم اهتمامهم عليهم السلام بأمر التطهير ومراعاة أمر الطهارة والنجاسة في تعاملهم ومعاشرتهم لهؤلاء ثم كانت معاشرتهم عليهم السلام لهؤلاء كثيراً ما تكون بل هي في نستطيع أن نقول في مجملها إن لم يكن كلها راجعة إلى الاضطرار والتقية التي يمكن لها في بعض الفروض أن ترفع حكماً وتحل محله حكماً آخر فهذا ليس يعني غياب الحكم الأول وإنما هناك طروق لعنوان ثانوي حكم ثانوي يرد على ذلك الحكم الأول من شواهدنا على ذلك أنهم عليهم السلام مضطرون وأنهم أحياناً يتعاملون مع هؤلاء بحسب العشرة الاجتماعية ومقتضياتها دون أن يعني سلب عنوان الكفر منهم سلب عنوان الشرك منهم وثم توابع ذلك إن قلنا بامتداده إلى نطاق الحكم مثلاً هذه الرواية التي نجدها في سفينة البحار عن الفضل أنه دخل على أبي جعفر عليه السلام رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورحب به الإمام عليه السلام لاحظوا حيا هذا الزائر ورحب به أيضاً وأجلسه معه على سريره فلما قام ورح قال عليه السلام هذا من الخوارج يعني الإمام في الظاهر أكرمه مع أنه من الخوارج يعني حتى ليس تابعاً للدولة الخوارج أيضاً ضد الدولة لاحظتم أن المعارضة يعتبرون وجاء زائر الإمام عليه السلام والإمام حياه ورحب به وأجلسه على سريره فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال كما هو قال الفضل يقول قلت مشرك هذا مشرك حكمه عندك مشرك فقال مشرك والله مشرك فإذا لا يمتنع أن يكون مشرك يرحب به الإمام عليه السلام ويحييه ويجرسه معه على سريره لمصلحة من المصالح الدينية أو بقتضاً من المقتضيات الدينية سمه اضطراراً سمها تقية سمها أي شيء المهم أنه يمكن أن يجتمع هذا الذي نجده من المعاشرة مع هؤلاء معاشرة المسلمين لكن الحقيقة أن حكمهم شيء آخر الخارجي ليس بنجس الإجماع عندنا أن الخارجي نجس لأنه بالنتيجة يتطاول على أمير المؤمنين عليه السلام ويكفره والإمام أجلسه على سريره إمام معصوم الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام يجلسه معه على سريره فألا تقول إنه تحرز مثلاً عن هذه النجاسة ألا تقول إذا كان الحكم هو نجاسته إجماعاً ونفرض أنه جلس على رطوبة أو برطوبة مسرية مثلاً فمن المؤكد أن الإمام عليه السلام راعى بعد ذلك تعالي يا جاري اغسلي مثلاً هذا الذي جلس عليه مثلاً يعني لنفرض فإذا دعوى المجد الثاني وأمثاله من الأعظم أنهم عليهم السلام كانوا يعاشرونهم ولم ينجسوهم مطلقاً هذه دعوى محل تأمل على أقل تقدير ثم هناك دعوى أخرى ممن ادعاها أيضاً الوحيد الخراساني حفظه الله إذ قال في محاضراته لا شك في أننا لا نمتلك نصاً روائياً قبل عصر الصادقين عليهما السلام يفيد كفرهم ونجاستهم يعني أهل الخلاف يقول ماعد كما لا نملك دليلاً على أن الشيعة كانت تتجنبهم فيما يرتبط بموضوع الطهارة والنجاسة وما إلى ذلك مما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية لكن هاتين المقدمتين عامتان والعام لا يثبت الأخص لأن غايته عدم البيان الذي يحتمل أن يكون لأسباب عديدة لأنه عندنا دليل أخص وهو الحكم بنجاسة الناصب الناصب أشد نجاسة من الكلب غسالة الناصب غسالة نجاسة مضمون الروايات بهذا المعنى زين فإذن هذه عدم البيان لا يرد البيان على نحو الخصوص أو الأخصية أيضا قال أما بالنسبة إلى عامة الشيعة من الأسباب التي يحتمل أنها كانت سببا لعدم تحرزهم من هؤلاء أو تجنبهم أما بالنسبة إلى عامة الشيعة فأهمها التقية والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية الحرجة والشديدة التي كانت الشيعة تواجهها في تلك الفترة المظلمة مما أجبرهم على التعامل معهم على أمل اجتياز تلك المرحلة وأما بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام فلا نملك دليل يفيد معاشرتهم معهم دون أن يراعوا مقتضيات الطهارة والنجاسة بل لم تكن العلاقة بينهم إلا عابرة وفي مجالس عامة ومناسبات اجتماعية لا تستلزم المخالطة المحرمة نعم كما قلنا الثابت أن عموم الشيعة لم يكن يجتنب النواصب بل كانوا يعاشرونهم في حياتهم الاجتماعية والتجارية ولدينا شواهد عديدة على ذلك ردنا على هذا الكلام الذي ادعى فيه الوحيد الخراساني أنه الثابت أن عموم الشيعة لم يكن يجتنب النواصب ردنا عليه بأنه استقراء ناقص فهناك من الروايات ما يؤشر أو يلزم منه ويستشف منه أن الشيعة خاصة أوائلهم كانوا يتعاملون مع المخالفين وهم على مبنانا المشتدون في دينهم عن قصد أو عمد معاملة الكفار ومن ذلك الحكم بطبيعة الحال بنجاستهم وإن لم أظفر حتى الساعة بدليل خاص في ذلك لكنني ظفرت بدليل يلزم منه ذلك فشوفوا النجاسة الطهارة من توابع الحكم بإسلام المرء صحيح النجاسة من توابع الحكم بكفر المرء زين التوريث كذلك من توابع الحكم بإسلام المرء إنما يورث المسلم أب مسلم لديه ابن مسلم فيرثه ذاك ويورث أما إذا كان كافرا أو مرتدا فلا يورث حسا قد واحد يقول شلون نقدر نفترض أنه يكون كافر وما كان مرتد مثلا هو عائلة كانت كلهم كفار الأب أسلم مثلا خلص أبناء بقوا كفار مثلا لا يرثون منه شيئا لدينا رواية هذه الرواية يمكن أيضا عدها والختام بها إن شاء الله في هذه السلسلة أنها من جملة مصادق التكفير الحسيني ولكن الرواية تقريضا يعني فيها تقرير المعصوم تقرير الحسين عليه السلام ويمكن أن نعتبرها أو نؤولها أو نفسرها بأن الشيعة من تلامذة الحسين عليه السلام آنذاك والمؤتمين به رجالا ونساء كانوا قد تعلموا الدرس الحسيني والتكفير الحسيني جيدا ولذلك كانوا هكذا يتعاملون حتى مع أقاربهم حتى مع أقاربهم بهذه الشاكلة ارجعوا إلى الثاقب في المناقب لابن حمزة والخرائج والجرائح للراوندي رواية عن أبي خالد الكابلي عن يحيى بن أم الطويل رحمة الله عليهما قال كنا عند الحسين عليه السلام إذ دخل عليه شاب يبكي فقال له الحسين ما يبكيك قال إن والدتي توفيت في هذه الساعة ولم توصي ولها مال وكانت قد أمرتني ألا أحدث في أمرها شيئا حتى أعلمك خبرها فقال الحسين عليه السلام قوموا بنا حتى نصير إلى هذه الحرة فقمنا معه حتى انتهينا إلى باب البيت الذي فيه المرأة وهي مسجات فأشرف على البيت ودع الله ليحييها حتى توصي بما تحب من وصيتها فأحياها الله الله وصف الله محمد وعلي محمد وعجل فرجعهم والعام وإذا المرأة جلست وهي تتشهد ثم نظرت إلى الحسين عليه السلام فقالت ادخل البيت يا مولاي ادخل البيت يعني الدار الداخلية يعني الدار الداخلية ومرني بأمرك فدخل وجلس على مخدة ثم قال لها وصي يرحمك الله فقالت يا ابن رسول الله إن لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا خليت ضميت بذاك المكان وقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك والثلثان اللي هو نصيب الوارث المفروض بعد والثلثان لابني هذا لابني هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك وإن كان مخالفا فخذه إليك حتى الثلثان كل المال تأخذه إليك فلا حق للمخالفين في أموال المؤمنين الإمام عليه السلام ما استدرك عليها وقال لا لهم الحق وإن كانوا مخالفين هذا تقرير ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى أمرها ثم صارت المرأة ميتة كما كانت فإذن ذاك استقراء ناقص أن الشيعة الأوائل ما كانوا يتعاملون مع المخالفين معاملة الكفار ومن ذلك أنهم ما كانوا يتجنبونه أو ينجسونهم هذا استقراء ناقص فهذا يلزم منه التنجيس كذلك لأنه سواء الحكم بعدم توريث مخالفين يلزم منه بالإرجاع إلى الأصل أنه يعامل معاملة الكافر أنه يكون نجسا وهذا معلوم أنه من توابع معاملة المخالف معاملة الكافر وبالفعل قال بعض فقهائنا المتقدمين بذلك أن المخالف لا يرث من المؤمن كما أن الكافر لا يرث من المسلم ففي الدروس الشرعية للشهيد الأول رحمه الله يقول عن المفيد رحمه الله هذا شو حكم المفيد يرث يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة مرجئة حموم المخالفين كانوا آنذاك والخوارج والحشوية مثل أهل الحديث عندهم ومن شاكل نحن نرثهم نعم نرث أهل البدع ولا ترث هذه الفرق مؤمنا ممنوع يعني إذا واحد نعوذ بالله عنده ولد مبتلي بمعتزلي ما أدري خارجي وهابي قولت أين كان ما يرث من الأب شيئا يقول وقال الحلبي أبو الصلاح رحمه الله المجبر مجبر يعني الذي يقول بالجبر والمشبه الذي يقول بالتشبيه وقد مر معنا ذكر التشبيه وابن تيمية وعقائدهم الباطلة هذه العجيبة الغريبة في التشبيه وأكثر من هذا وجاحدوا الإمامة خلص بعد مش بقى بعد ما بقى أحد وجاحدوا الإمامة الذي يجحد إمامة أهل البيت لا يريثون المسلم خلص لا يريثون ونحن من جانبنا نرى أيضاً صحة ذلك ولكن على معنى النصب الذي قدمناه فالمستضعف والذي لا يصدق عليه كونه ناصباً ولو بالمرتبة الدنيا إحدى تلك المراتب الدنيا نورثه نورثه كذلك وهذا في الحقيقة في مثل زماننا يعم عموم أهل الخلاف في الحقيقة يعم عمومهم أكثريتهم أما ذلك الصنف المشتد في دينه فلا لا يورث وهو في الحقيقة إن تأملتم من مقتضيات الحكمة لأنه ما الغرض ما الغرض من عدم توريث الكافر ألا يكثر الكفر والفساد في الأرض لأنه كلما صارت مكنة مادية أكثر للكافر كلما كان ذلك موجباً لإشاعة الكفر والفساد في الأرض أكثر فكذلك المخالف سواء بسواء من مقتضيات الحكمة ألا يورث حتى لا يشيع هذا الفساد وهذا الخلاف على الأئمة الأطهار عليهم السلام في الأرض أكثر خاصة وأنه كما تبين لنا أن العقيدة المخالفة بحد ذاتها وبطبيعتها تحوي كثيراً من القنابل الموقوتة الإرهابية الإجرامية الدموية التي لها مضاعفاتها الخطيرة على مستوى بشرية جمعاء ليس فقط على مستوى المسلم عموماً نحن لا نمنع الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة بل حتى نحفظها للكتابية أيضاً نحفظها حتى لغير المسلم أيضاً ولا نمنع التساكن المشترك والعمل الاجتماعي المشترك وتعددية المذاهب والأديان في الوطن الواحد طبقاً لعقد اجتماعي فيما بين هذه الطوائف والمذاهب فيما بينها بحيث تستمر التنمية وتستمر العلاقات والجيرة الطيبة والسلمية كل ذلك في محلي أما في جانب ما يكون مساعداً على تطويق ومحاصرة المذاهب الهدامة والأديان الهدامة من الأحكام فهذا نقول به وبمنتهى الجرأة والحدة والإصرار أيضاً لأن الذي ينظر إلى بعيد كما يقال يعلم أن الصلاح البشرية وحفظها إنما يكون بتطويق ومحاصرة بل والقضاء على هذه الأديان والمذاهب الهدامة حاصل القول هاهنا أن هذه كانت جولة في بعض آيات التكفير الحسيني وبعض مصاديقه نسأل الله تعالى أن نكون جميعاً من الماضين على درب سيد الشهداء صلوات الله عليه والمتأسين به والممتثلين لتعاليمه والماضين على خطاه وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآدي محمد وعجل فرجعهم ودعان علىهم